شان العزار معنا اليوم عم بيقلك نغيب الجماعتين فعم بيحبرني عن مغامراته في فرنسا على نطاق الشغل الأكيدة والتسليل كيفك شان؟ الحمد لله طبعا؟ الحمد لله هكي بمختصر في الجماعتين فيقشة جديدة لقطة يمين الشمال أكيد رحنا كان في عنا الفيسيفال دو موجان لازاتوال دو موجان رحت أنا وشاف جو بارزا وعطت تحية لجو ايه وروجي مكرزيل كمان كمان انا مصور في لبنان والعالم رح تسليل روجي رح تسليل كان عنده شوي يتشغل كمان بس انه رح كمان معنا أخذكم كم صورة ايه أكيد ورحنا أكيد مثلنا لبنان مثلنا لبنان مننا كان مطلوب منك لنا تتحضر شيء؟ أكيد فيه هناك بيكون فيه مثل أتولياء فيه أتولياء للأولاد وفيه أتولياء للكبار عملنا للأولاد أكيد أول نهار وثاني نهار كانوا للأولاد كثير بيحتموا للأولاد هناك لأنه بيعتبرون هنه هدول فتور شاف لألوم وأكيد للكبار عملنا لهم أكيد ديجوستاسيون أنا عملت لهم ديسار لبناني وجو عمل لهم أكل استعمل برغو استعمل يعني أشياء إنجليديون إنجليديون من الأرض من لبنان وآخر نهار كمان كان فيه ديناي دوغالا خمسمائة شخص كمان اهتمينا فيها بس كانوا كل الشافية لأنه بيبقى فيه شافية من حول العالم فالكل عم يشتغل يعني بنقون هنه من موجان بنقل شافية من كل بلد حلو ورجعنا منها مفتلة بباريس وهاكي كانت كثير مهمة اليوم شو وصفتنا شارل وصفتنا نحن نعمل كلافوتي أو سوريز كلافوتي أو سوريز لما نقول كلافوتي يعني يعني هي دخلها لوز دخلها لوز دخلها حليب أو كرام وبيض شوي صغيرة نشاة ودايما بالكارز بتكون؟ لا فيك تعمليها في فوكة الموسم يعني فيها تكون كارز فيها تكون باش فيها تكون مشموش بس أنه بالكارز بتلبق لأنه طيبة وبتعطي لون حقه يعني اللون الأحمر اللي فيها بيشاهي أكتر أوكي بس أنه أكيد بتنعمل بالمشموش بالدراء حتى إذا بدك بالتفاح فيك تعمليها تفاح فيك تعمليها منجاز يعني بكل الفوكة بتنعمل أوكي هي بسيطة رسات كتير بسيطة أول شغلة بنحط البيض بقلو الوعى أوكي نحن نحط فوق منهم السكر أوكي هادي الفانيه لح نفتحها أعطي بسيطة بعد يجيطة نحن نطعم بعد شوية أوكي شونا الفانيه هادي فانيه فرش فرش شفتة شطرية زيت بأكيد بس تكون فراش بتكون أفضل لأنه من وين أطفها؟ أوكي من نحركها ما ضرور كتير كتير نحركها لأنه كمية كمية صغيرة أوكي لحن نحط فوق منهم نحط الكران سأترك شوية صغيرة للأخير أوكي لحط النشا هلا أوكي يعني هذه فيك تعتبرية جلوتون فري هل بتحس كشف شعر في طلب للحلويات البلا جلوتن؟ أكيد هلا أكيد بعد مش كتير كتير بس أنه سارع بيكون في طلب لحلويات البلا جلوتن؟ طب لأنه صار هذه مشكلة مشكلة العصر يعني كتير عشخاص من زمان ما كانوا يعرفون كان عندهم حاسية ما كانوا يعرفون هلأ صارت أنه هذه الفترة يعني أكيد صار عم تدورها بس بتحس أنه ممكن يعني نحول هالوصفات اللي يمكن نعرفها أو هالحلويات الكلاسيكية لا تكون بلا جلوتن أو صعب؟ ما بتقدر تحوليها كلها يعني بالنهاية من ما اللي عم تستفيد من ما اللي عم تخسر ما في حدا يقدر يقول أنه الحلوي اللي بيبقى جلوتن فري بيبقى هو ذاته أو بيقدر يعمله هو ذاته يعني هذه صعبة كتير تحافظ على نفس النتيجة ما بتقدري في مطرح والمطاريح بديك تضحي بشي بياب الطعمة بالكواليتي مش مش مر ضروري يعني فيك تستعمل كواليتي كتير مرتبة بس بالطعمة نحن نحن نحكي كا تيست أو بالتكتشور إيه يعني هلأ إذا بدوء مثلا الخبز الخبز بيفروق تطلع بالشكل معقول تلاقي الشكل يطلع كتير كليا مختلف مظبوط شفت هون كيف صار عانيها لكينا بلشنا بالبيض جانا زدنا سكر مظبوط كريم فاني هلأ فينا نحط الكريم دغري آخر شي واللوز المطحون مظبوط ناي مطحون ماشر ومطحون مطحون بس أنه أفضل يشترو خالص يعني مطحون خارج مش أنه يشروعي هلأ صار عنا إيها جاهزة راح جيب فينا نجيب دي رامكان فينا نجيب أولي بتارت بس يكونوا وانتي أداسيف لحتى مي لز ومنتها دهنة زي الزبدة ونحطهم بقلبة وفينا نحطهم بقلبة يعني إذا كانت كمية بتحمل تنحط قلبة سيليكون كمان أو لا؟ بلو، هي أفضل تكون بسيليكون دغري بتقبع حينا نحنا عنا هون أواليب أورامكان مثل هيدول بس ما لازم تكون كثير عالية يعني مثل الكسات الكسات اللي بفوتوا على الفرن أكيد بجل slides هو einer تاكد بومسولان يكون مات من تحت مات وهي بتفوت على الفرن هيدا أهم شيء ولا تكون كثير عالية يعني فينا نعبّيها .. 2 سكان controversial هي بدأت ترفخ شيء ولا لا؟ هي بدأت ترفخ قبلوصه أن فيه نجحة نجحة كمانا فيها найشغة بيد نعم سؤ Partner ستضرب لذي ارادنا لفوي كايمتها من دخلها؟ منحطن آخر شي مش أكتر من هيك بس قبل الخبز قبل الخبز يعني بدأت فوت على الفرن شفتي يعني هول بيطلعوا تقريباً ثلاثة إذا بدنا فينا نعملون أربعة بس على أصغر بعد قصمناهم أوكي هلأ رح فرجيكم الكراز كيف رح نحطهم الكراز أكيد بنا نشيل منهم البذر أكيد نحن أورادي شايلين هون بيدخلها شوكولات شايل؟ أفضل لدينا آخر شي زين كازينة كازينة إذا بدنا لدينا لا وكي الكراز بهذه الطريقة نحن نخلص الوصفة على آخر نرجع نأخذ بريك ونرجع للتايستنك أوكي هدو أولا بس فرجي المشاهدين نحط نأخذها بس مننا نعبية لأنه كيف ما أقس الزبون وقت الكنع بدوقة لازم يطلع له بكل قمة نحن لا تطلع فاضية تكون كريمان هكذا كيف ما أخذ البيت تبعيته سيطلع له كرز لا تطلع فاضية سنعبيه هنه فيشين هنه يفوشوا ليس يظلون كثير فايشين يغرقوا صغيرة ليس غلط لكنه لا ينغطوا على الأخير لا يبينوا غرقانين من بطل نعرش في قلبه صح شفت كيف هيدولي على درجة حرارة مئة وخمسة وسبعين تقريبا حوالي تلاتين ديار هل يريدون باماري ولا لا 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 لكننا سندخلون على الفرن ونرجع بعد البرائك هل سأتونه كم واحدة خالصة خالصين نشوفهم بالتأسي بعد الخبز هيك بيطلعوا ننجح نقلبهم أكيد صح وهذا هو الارتفاع على التورد هو أنحنا هل هي takiego iles فقط كم الحسام الزمون قريب أو سلقة لا سلقة السلقة هذه سلقة كمينة ailleurs إل EST tal قرب من الأ Jung هذا التوري كما يمكن أن ترسم مرحباً. هذا هو فلاديمير. صديقك؟ نتاشا عاملي. موديل ثاني. جميل. مثل الدنتال. جميل. حاولي أن يرديني شعر معه. لن يزوطه أبداً معنا. شكراً. على محبتك. لن نستغني عن الشوكولات اليوم. مرحباً. مرحباً. كيف ندوء؟ لنضع كم حبة لوز؟ على الوجه. أريد أن تشوكل؟ أيضاً. مرحباً. ونضع كرز لنذكر بالمضمون. بالمضمون. جميل. 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 هل هذا يحب معه؟ إنه يحبه معه؟ أكيد أفضل 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 أفضل. خفيفة لأنه لا يوجد طحين طيبة مع الكريم طيبة مع الكريم الكريم حطت فني بقلبه؟ حطت فني وحطت صغيرة مسكربون سميك قليلا المسكربون تعطيها طعمة طيبة وتغيرها طعمة الكريم روعة حليتنا لها شهر 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 خفيفة وسريعة خفيفة وسريعة كمانا نحن نقود وقفة ومكافين بالفقرة